بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في هذا الفيديو احنا استعرض فيه احد مواقع الذكاء الاصطناعي يعني فيه بعض المميزات اولا هو بيديك فرصة انك تكتب لغاية الفين كلمة بصورة مجانية وده يعني رقم كبير مقارنة كتير جدا من المواقع اللي احنا شفناها الموقع بيدعم لغة العربية كتابة باللغة العربية الموقع برضو او زي اي موقع اخرى عنده بلانز مختلفة لو انت بداخل على الموقع لأول مرة فطبعا لازم تعمل sign up من خلال جيميل كما تعودنا او من خلال اي ايميل اخر انت عايزه لو عايز تعمل sign up تروح هنا هوا طبعا احبقى سيبلكو اللينك في الرابط مجرد بتستكمل بياناتك بتدخل بشكل موباال بمجرد حضرتك ما بتدخل او اي وسيلة او اي ايميل بتستخدمه بتجد الشاشة اللي قدام حضرتك ديت اللي فيها المشاريع اللي ممكن create new project او طبعا اللي بيقولك انت ايه نوع الخطة اللي انت موجود عليها احنا في الخطة المجانية اا يعني نسموح لك باستخدام الفين كلمة اا وانت حياليا انت مسجل دخول ولما عايز تعمل sign out او خروج اضغط هنا طبعا البيلنج ده الفواتير ده بيقولك ايه الخطة المتوفرة في الموقع الموقع فيه حاجات 9 دولار في الشهر ودي بيديك 20 الف كلمة او 29 دولار في الشهر وده بيديك unlimited كلمات غير محدودة هنرجع مرة تانية للموقع طبعا الموقع يعني زي ما حضراتكم شايفين بسيط جدا فكرته ببساطة في انك انت بتبدأ تعمل تقول حاجة اسمها create new project بيقولك ايه اسم البروجيكت الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه والله تقوله مثلا عايز اتكلم عن الديسليكسيا مثلا انا عايز اتكلم على الديسليكسيا ده الموضوع اللي انا عايز اقوله create new project مجرد انت قلت الكلمة دي على طول بتشوف حضراتكم زي ما انتم شايفين بتكتب كلمة الديسليكسيا هنا وهنا بيديك بعض الاقتراحات بيقولك والله يعني مجموعة من الاقتراحات حوالين فكرة الكتابة وهنا بيقولك انت استخدمت كم كلمة من الكلمات المتاحة لك انت استخدمت يعني عدد الكلمات اللي انت استخدمتها الى الان بتبقى مكتوبة ده الملف اللي موجود اللي ممكن برضو من خلال هنا تقدر تعمله download كأنه HTML وده معناه ما بينزلش ملف ورد لكن بينزله كHTML او طبعا صفحة ويب subtitle for dyslexia عنوين فرعية للديسليكسيا ممكن تبدأ انت بقى تم جاي بادئ هنا وتكتب مثلا introduction introduction المقدمة ثم جاي ينازل في هذا الجزء ولاحظوا حضراتكم خليني اعمل كده كام زوم الموقع بيقولك continue writing with AI عشان تعمل الكلام ده بتعمل control plus M يعني على الكيبورد بتاعتك تضغط على مفتاح control وبعدين في نفس الوقت بتضغط حرف M ده طبعا لو انت عايزه هو يبدأ يكتب لك لو انت عايزه يبدأ يكتب لك لاحظوا حضراتكم من هنا فيه يعني بيقولك for starter عشان تبدأ ask to generate an outline ممكن تطلب من الكمبيوتر او تطلب من بنامج يعمل لك outline بدلا معه ده اكتب انا المقدمة واكتب كذا لا ممكن اقوله كده ازاي هكتب outline اروح على template هنا هو وطبعا من الحاجات اللي ممكن احنا اتفقنا انها موجودة انه بيدعم اللغة العربية فبتختار اللغة فانا اختار اللغة الانجليزية هسيبها زي ما هي طريقة التون المستخدمة يعني بدي حاجات قابلناها في مواقع كتيرة جدا جدا التون المستخدمة حاجة اسمها convincing او حاجة اسمها candidate او crucial او او critical او formal او professional او professional او فانا دايما بحاجة اختار كلمة formal حاجة اللي انا عايزه اكتب حاجة رسمية وهنا طبعا انت عايز تستخدمه فيه احنا قلنا نستخدمه فيه create outlines فهنا لو انا شفت فيه حاجات كتيرة جدا block section ممكن انه يكتب لك block section writing او block section writing او block idea outline فممكن تسيب الكلام ده هو زي ما هو كده مكتوب هنا primary keyword ايه الكلمات الرئيسية اللي انت عايزه يعتمد عليها احنا مثلا في موضوعنا عايزين كلمة dyslexia ككلمة اساسية ويبدأ هو يعملك outline فقول له والله dyslexia ككلمة اساسية دي كلمة مفتاحية وعندنا كمان من ضمن الحاجات المهمة اللي عندنا هي كلمة مثلا executive functions ليه الوظائف التنفيذية مثلا هنا بيتكلم طبعا هنا ممكن بيخترح عليك اكتر من outline يعني انت ممكن تقول له اقترح لي outline 2 غاية 3 3 outline وعندنا تختار افضلهم الكرياتيفتي دايما في الكرياتيفتي احنا طبعا عايزينها في الحالة المنخفضة لان ده كلام ما هوش ابداعي اكتر منه كلام formal فانا هسيبها optimal زي ما هو كاد طبعا انت ممكن تزود هنا وتحط gender ككلمة مفتاحية اخرى تحط level of education تحط اللي انت عايزه بمجرد طبعا الجزء اللي انا زي ما قلت ده مجرد outline ممكن حضرتك تشيله تلغي خالص زي ما انت عايز فاحنا وقفين هنا هنقول له generate text حيبدأ يعمل لنا زي outline ممكن ان احنا نستفيد به في عملية الكتابة يعني هعمل لي outline زي ما انت شايفين كذا understanding dyslexia dyslexia is كذا زي ما انت شايفين بدأ عملك outline ممكن تبدأ به يعني زي ما انت عايز فطبعا لكن احنا زي ما انت شايفين الكلام يغلب عليه نحاول كلام علمي فبالتالي يعني معظم الكلام ده هوت معمول كأنه هتعمل مدونة لكن احنا بنكتب كلام علمي فخلينا ان احنا نلغي الكلام ده هوت ونمجرحين هنا احنا كنا عايزين اول حاجة introduction زي ما قلت انت ممكن تيجي في الجزء ده كده وتبدأ بقى تقول له dyslexia is أو تكتب كلمة او تبدأ تقول له control m فانا هعمل control m واشوفه هيبدأ يعمل لي ايه طبعا يقولك ايه 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 بدأ يكتب بهذا الشكل بدأ يكتب بهذا الشكل فانت كده ايه dyslexia is a common learning هيجي بقى السؤال المهم طبعا انا عايز اوثق الكلام ده هوت عايز اوثق الكلام ده قدامك اكتر من طريقة للتوصيق اكتر من طريقة للتوصيق من هنا مثلا انك انت تروح على التشات هنا وتقول له مثلا find reference في الجزء ده اخد الجزء ده مثلا كده اخد الجزء ده كده اقول له copy وهنا اقول له في الجزء ده كده اقول له find reference support تدعم عايزين يعني حاجة تدعم the following following text وقام جاي حاطت ما بين علامات تنصيص النص بتاعي بهذا الشكل واقول له حاول ان انت تشوف لي reference تدعم الكلام ده هوت ويخليه انه هو يبحث عن reference بشار في النظر يعني عن يقول لي sure ادي بعض reference اللي ممكن انك انت تستخدمها كدعم للجزء اللي انت كتبته ده زي ما اتفقنا ان احنا الجزء مثلا الحاجة بهذا الشكل ممكن اقول له copy يعني انسخالي وقام جاي رايح في الجزء ده كده وابدأ اقول له كده reference دي المراجع بتاعتي واظلل مثلا كده بهذا الشكل وقام جاي اعملها وليكن headers كده كأنه عنوان رئيسي وقام جاي نازل عامل له control v بقت موجودة واشير طبعا الجزء ده من هنا هتقابلنا برا عن فكرة التأكد من ان المراجع دي متوفرة ولا لا هنبقى نشوفها برضو معضع طيب هنا مثلا gender difference in dyslexia طبعا ده موضوع مهم جدا ممكن اقول له هنا هوت مثلا write using in text citation about gender difference gender difference in dyslexia يعني عايزك تكتب لي حوالين write بس باستخدام in text citation فهو برضو حاول يشوف research كذا وكاتب لي ما بين علامات تنصيص ايه الكلام فممكن اخد الكلام ده هوت كالكابل وبرضو اهم جاي حطه في هذا الجزء طبعا هنا بيتكلم انا مش عاجبني ده هوت لا ده مش مدعوم بمراجع اشيله بهذا الشكل وأهم جاي رايح بهذا وأبدأ اخد سطر تاني وممكن ابدأ بقول له control M وأشوف ايه الافكار اللي ممكن هو يده لي فهنا بقول لي impact of dyslexia on minital health مثلا يعني تأثير ال dyslexia لا مش عاجباني انا القصة يعني تأثيرات كذا ممكن طبعا ان حضراتكم لو انتم لاحظتم انا ممكن اخد اي جزء من دولت مجرد ما بظلله بيقول لي x band يعني توسع الجزء ده هوت او shorting او ان انت تقلل حجمه او improve ان انت تحسنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين برضو الكلام ده هوت قابلناه في مواقع كتيرة كتيرة جدا وشوفناه ان انا لو جيت عملت له expand حياخد الجزء ده هوت زي ما انتم شايفين بقى حجمه اكتر ودي برضو جزء من لو انا واقف في نوعات كده في اي نقطة وليكن النقطة دي هنا هوت برضو قلت ctrl m هيبدأ ان هو بدأ يخش على نقطة تانية فحبدأ ان انا برضو قلله ctrl m هيبدأ the impact of dyslexia on academic performance بدأ يكتب الكلام ده عايز توصيق الكلام ده هوت برضو هعمله كده copy rewrite rewrite the following text using in text citation يعني اعيد لي الكلام ده باستخدام طبعا يعني بحس ان هو يعمله اعادة يعني اعيد كتابته بس يبقى في شكل من اشكال اللي حضراتكم شايفينه ده research يعني نفس الكلام انا بقى عندي دلوقتي ايهو لكنه معمولا انا حطوله حضراتكم تحت منه بصورة مباشرة لو انا عملت كده راحظه انه نفس الكلام اللي هنا research وشو كزا لكن هنا حطي لي in text citation حطي لي مراجع هنا مثلا حطيت لي مرجعين هنا حطيت لي كده فضل لنا بس نقطة صغيرة هو التأكد من ان الكلام اللي موجود ده هوت يعني مراجع حقيقية كما اتفقنا يعني لاحظوا ان يعني اه يعني كلمة لما لقى جي او اي والكلام ده ده معناه انه اكيد المراجع ده يعني مش عايزين نقول اكيد لكن المفترض انها تكون مراجع حقيقية specific reading disability dyslexia ااخد الكلام ده هوت واروح على google وفي google ابدأ احط الكلام ده بس احاول احطه ما بين علامات تنصيص اشوف فيه امكانية طبعا اه واضح انه انه ما اعطنيش ان الكلام ده مش موجود لا اواضح ان الكلام موجود وان specific ادي اه فاكتور افكتنج كزا الارتكالز بتاعتنا specific reading dyslexia what have we learned in the past هو ده نفس الكلام اللي موجود specific reading disability what we have learned in the past four decades ده المرجع واشكرا بقولك لما بلايها حاجات يعني فيها اه يعني مراجع بهذا الشكل فيها DOI فبنعرف انها يعني اكيد انها هتكون مراجع اه صحيح برضو نفس الوضع كده كتجربة تانية هرجع مرة اخرى واروح على اعمل كده وجاية حاطة ما بين علامات تنصيص في حاجة اه طبعا هي اول حاجة ظهرته هي dyslexia specific reading disability برضو الابستراكت بتاعها واضي الصيتيشن واضي المرجع طبعا لو حطتي الكلام ده هوت لو مرجع اتفقنا طبعا ان احنا لو رحنا عندي ليب جين عندي ليب جين ولو كان المقالة يعني مش متاحة فول تيكست على جوجل فتأكد انك هتلاقيها بنسبة كبيرة موجودة في هذا الموقع اللي انا كل ما بتكلم بها اه بقشير اليه اه هي نفس المقالة وممكن تنزلها وممكن تجدها فول تيكست اه طبعا بالطريقة دية احنا شفنا ازاي نقدر نستفيد من الموقع ده كل ما بتكون عايز طبعا الجزء اللي بدون سيتيشن ده ممكن ارجع اشيله بهذا الشكل وقوم جاي اه انا عايزه يستكمل فممكن ان انا كده لو انا عملت كده معناها هيبدأ نقطة جديدة ولو انا استمر يعني اه بدأت في هذا الجزء وقلت له برضو كنترول ام هيقول لي رايتنج اديشنال الديسكليكسي كان بي كذا وبدأ حطوماتك يحط لي اه مراجع هو لانه هو فهم اننا دلوقتي بيتعايز اعمل توصيق للكلام للكلام ده هو على فكرة طبعا بمنتقى السهولة ممكن اخد الكلام اي مراجع انا عايزها وقول له اكتبها لي وفقا للأي بي اي طبعا الآن دلوقتي كتابت 612 كلمة اذا انت بتتكلم في 2000 كلمة لو رجعنا مرة تانية برضو نقطة اخيرة يعني ممكن حاجة الظريفة في الموقع ده هي فكرة ان انت لو عاوز صورة ممكن تعمل صورة من هنا يعني لو انت عايز مثلا تقول له مثلا عايز صورة يعني حوالين البرين مخي يعني لو انا بتكلم عن حاجة فيها مثلا ويز هيموسفير اللي هو في النصفين القرر يعني بتكتب مثلا ويز هيموسفير على اساس ان انت بتتكلم على وظائف التنفيذية وعايز بتتكلم على دورها في المخ بيبدأ ان هو يعني لاعجي صورة والصورة طبعا حطاه في هذا المكان زي ما انتم شايفين كده وممكن ساعاتها اعمل لها خطر بالحجم اللي انا عايزه بحيث انها تعمل لكلام اللي موجود. طبعا الموقع زي ما انا قلت في النهاية هو بيعمل اوتوماتيك يعني بيحفظ الملف او بيحفظ الحاجات في هذا المكان ولو انت عايز طبعا تعمل لها اتناولودل عايز تعمل لها شير شير طبعا لو انت عايز ترفحها على صفحة معينة موجودة عنها عايز ترجع مرة تانية هتجد بقى عندك project اسمه dyslexia في اي وقت بتضغط عليه هيفتح لك المقالة وتبدأ تكمل عليها اللي انت عايزه احنا كتبنا ستمية واثناشر ستمية واثناشر كلمة فلو رجعنا مرة تانية هنا وبصينا على عندنا عم بص نلاقيه وقولك والله انت اللوقتي اخدت خمسمية تمانية وتمانين كلمة من الالفين كلمة ولسه قدامك طبعا عايز تزود من حقك تزود لكن لازم تعمل اتمنى يكون الفيديو ده افات حضراتكم اا دايما في نهاية ايه فيديو بقولك عجب فيديو عمل للاك تعرف حد استفيد بعمل له شير في جامعة لاحواله وتنسى من السبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته